بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا في نور الدين يسأل الناس عن تلك العلاقة بين الإنسان ووالديه أمرنا الشرع الشريف ببر الوالدين وبر الوالدين من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يجتمل على قيم عليا لا توجد في غير هذا الخلق الكريم من الأخلاق يجتمل على شيء من الوفاء والوفاء قيمة كبيرة يجتمل على شيء من الشهامة وكذلك خلق مطلوب الشهامة يجتمل على شيء من الشكر ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله كما ورد في الحديث يجتمل على ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا يجتمل على قيم كثيرة جدا منها أن من كان سببا في وجودك فهو الأصل في هذه الحياة يجتمل على أن من سوء الأخلاق أن يقدم لك إنسان حبه ثم تكافئه بالإعراض عنه ولذلك أمرنا الله ونهانا ووضح لنا هذه العلاقة على خير ما يكون من الإيضاح وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم حالة الأب والأم الذي قدرهما الله أبا وأما وأما لي يأمراني بالمنكر ويأمراني بأكبر كبائر وأعظم العظائم التي تكر على هدف الكون بالبطلان وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن جاهداك انظر إلى الكلام وإلى الألفاظ ودلالاتها بذل جهد وليس كلاما عابرا هكذا فقط بل هو ضغط واستعمال لسلطة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم وهذا يكون من البر بالرغم أن فيه نهي لا تطعهم فلا تطعهما نهي وصاحبهما في الدنيا معروف أمر لابد من بر الولدين ولكن فيه إطار وفيه مفهوم وفيه تراتيب لو هتؤدي بنا إلى فعل الفساد ولا الحرام ولا الخطأ أمرنا أن نصاحب الوالدين بالمعروف حتى لو دعاني إلى الشرك وهو عظم العظائم وأكبر الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى من سائر الذنوب يا ابن آدم لو جئتني بطراب الأرض ذنوبا ثم جئتني تائبا لغفرت لك إلا الشرك فإنه لا يغفره لأنه يكون في غفلة وفي غياب عن قضية كلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في العصر الذي نعيش فيه يشكو الآباء من قصوة الأبناء ويشكو الأبناء من قصوة الآباء أيضا ويسأل الناس أنا أبر أبي وأمي ولكن إلى أي حد وإلى أي مدى وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقال له إن ابني يعقني يعني لا يبره فأتى بالولد يدبر عمر رضي الله تعالى عنه أن يوقع العقوبة عليه لأنه قد خرج عن أمر الشرع الشريف في بر الوالدين فقال له لما لا تبرها الآضي نفسية الآضي أنه لا بد أن يسمع من الطرف الثاني وأنه لا يتعجل بدعوة واضحة الأب يشكو إذن فهو قد وقع في عدم البر شعر بعدم البر ولا نريد أنه يشعر بعدم البر ولكن بالرغم من ذلك قال لما لا تبر أباك في تحقيق فقال له عندما ولد أسماني جحيما أو يعني كلمة كده زيها يعني حاجة وحش سمى مساء حمار طب هو دبر على تسمي ابنك بهذا الاسم علشان يتنمر عليه الأولاد صغارا ويدحك عليه الناس كبارا وكده إلى آخره أمر وقع فيه الأب خطأا قال ولم يعلمني والعلم عندنا حاجة تاني مأمور به من أول كلم أقرأ باسم ربك الذي خلق مأمور به وفوق كل دي علم عليم يعني لابد نسعى في العلم على طول وقل ربي زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا يعني كله بيقول مع المحبرة إلى المقبرة وده معلموش أصل قال ولم يعلمني صنعة أقتاتوا منها يعني لا علموا إراه كتابة وعلمة وكذا إلى آخره علشان يفهم الحياة الدنيا ولا علموا صنعة يقتاتوا بها فعمر قال لا قال له بص للراجل وقال له طب هيبرك على إيه يبرك على إيه وانت قاعد تأذيه الأزيادية هيبرك على إيه بروا أبنائكم تبركم هي صحيح المسألة مش مسألة مقابلة هي مسألة تعظيم الكبير هي مسألة الوفاء هي مسألة الشهامة هي مسألة الشكر هي مسألة رد الحب هي 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 كله زي ما قلناه كده لكن ده بيوقع في نفس الولد وكأنه يكرهه أو كأنه يتصرف فيه كيف يشاء بر الوالدين مأمور به لدرجة أن رجلا جاء يطلب الخروج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم فضل الجهاد في سبيل الله وأنه أعلى الأعمال أفضل الأعمال إلى الله رجل خرج بفرسه في سبيل الله فلم يعود واستشهد في الجهاد أفضل الأعمال عند الله فلما جاءه الرجل وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك ده كويس فقال له رسول الله حتى يبين لنا الخريط ألك أبوان أبوك أمك عايشين قال نعم قال ففيهما فجاهد والكلمة دي فجاهد دي معناها أن بر الوالدين يحتاج إلى شيء من المعاناة وبذل الجهد لأنه جعله مكان الجهاد الذي فيه تضحية بالنفس والمال ففضل بر الوالدين كبير جداً وعالي جداً وبنطلب من الصغير أنه هو يبدأ بهذا البر للكبير وفي نفس الوقت الشرع الشريف يأمر هذا الكبير أيضاً بالبر وأنه يتسلط تسلطاً غبياً على أبنائه ترجمة نانسي قنقر